أهلا معكم مرة تانية ودلوقتي جاء معادنا مع الاختبار المهم أنا عارف إن كتير جدا مننا وأنا أولكم بيعانوا من ضعف الزاكرة وساعات بننسى حاجات كتير وساعات تلاقي واحد وانت عارفه ويتسلم عليه فيقولك تابانا مين فتوقع تقول طيب وأكنك وسبحان الله لما تفتكر ومين تقول سبحان الله أنا إزاي نسيته الحقيقة في مشكلة عندنا كلنا في الزاكرة ما نقدرش أقول ده إن ده ألزهايمر لكن في مشكلة في الزاكرة دلوقتي إحنا هنجري اختبار لتنشيط الزاكرة حيقوم به الأستاذ أحمد سمير ومعنا الأستاذ الحسن محمد عمران هو مدرس لغة عربية مظبوط أنت هتجري هذا الاختبار مع الأستاذ حسن محمد عمران مظبوط الهدف في الاختبار إيه؟ الهدف في الاختبار ببساطة إن أنا بس عايز أوصل للناس فكرة إن الحفظ ما هوش حاجة صعبة إن تنشيط الزاكرة ما هوش حاجة صعبة تنشيط الزاكرة مرتبط يعني الناس بتقول لي طب أهميتها إيه؟ لا يا جماعة الزاكرة دي مرتبطة في المخ لو الزاكرة نشطت بتنشط معها تفكير إبداعي بتنشط معها إدارة الأزمات فبلاقي القدرة الفكرية ككل بدأ الإنسان يبقى حياته بيستخدم مخه يعني يعني فبدأنا نبقى أكثر بشرية يعني معنا أرق فالفكرة كلها أنا عايز بس أوضع الحفظ ما هوش تقرار الحفظ ما هوش أن أنا أقعد أمسك الكتاب عمالي هز كده فراصي وقرر وخلاص غير ما أحفظ الموضوع مش كده خالص تاني حاجة ده مش هيفدني في حياتي زي ما حك قلت يعني لما أعود أحفظ بش هجيب صدر الصحابي أفضل أعود أحفظهم ولما هقبلهم هنساهم برضو تمام؟ أنا عايز التمرين دي ميزتها أنا بتخليك تحفظ الميزة التانية لها بتخلي اللي يقت الذهنية عالية يعني أولا بتخلي حالة النفسية أنا بربط كل حاجة بالكوميديا فبتخلي حالة النفسية كويسة شوية رقم اثنين بخلي نفسي قادر أن أنا أفتكر الناس رقم ثلاثة اللي يقت الذهنية عالية عموما فلما بتعرض لضغط عصبي أو ضغط شغل أو إجهات ذهني مش بعاني زي بقية الناس ده بتبقى اللقتي أعلى بس تحمل أفضل تمام؟ فموضوع مفيد من كل الجوانب والتاني حاجة هيخلي معدل نسياني أقل دي أبسط حاجة بس هنا في نقطة احنا النهار ده هنعمل التطبيق عشان الناس تفهم التمرين من غير شرح أكاديمي ونوصر كتير بس مش من أول مدى الناس هتوصل للنتائج اللي أنا ممكن أوصل له دلوقتي أنا بطبق بقليه كزا سنة تمام؟ اللي أنا طلبه بس من الناس ابتدي أعملها كتير في الأول هتلاقي النتيجة مش كويسة بس تحديدا أول 3-4 أسابيع أول شهر بعد كده هتلاقي لأ موضوبة ده يتحسن معك جامد كمل بقى فيه هتوصل مع المستوى قوي جدا مش طالب يغضبها ساعة بس في اليوم مش أكتر من كده التمرين أنا جايب معايا قيمة من 15 عنصر عناصر موجودة في حياتنا بس إحنا عزين نضبطها بكوميديا المفروض أنا مثلا بكلم أستاذ الحسن فعايز أقول له احفظ لي القايمة دي فأقل من دقيقة فبقول له والله أنا عندي قايمة فيها كورسي موبايل لابتوب مج مجلة سندويتش أوتوبيس مغبز فرن يعني مستشفى طماطم ساعة ألم عجلة شجرة سماعات عندي 15 عنصر لو أنا قلتهم كده وسكت وبدأت أقول له اتفضل سماعهم هتبقى الدنيا صعب قوي أنا لو مروح ومروحتي مثلا بتكلمني بتقول لي هاتلي معاك دول غالبا هجيب اتنين ثلاثة وثلاثة أرباح حاجات هم قلتناش أصلا يعني في الغالب لاني مش هرحى أن أنا إيه أجمع الموضوع قليني هذا الرجل آه بالزبط يعني فهيبع عندي مشكلة طيب بيبتدي أعمل إيه هنا لأ أنا أربطهم بقصة كوميدي فممكن أخليها تقول ماشي قوليهم تاني وهي بتقولهم تاني أنا بدأت أجمع أطراف الحدودة على الأقل هفتكر عشرة منهم وهي ممكن نفتكر خمس واشر طيب تعال نلعب اللعبة بتاعتنا إحنا إحنا عايزين نضحك نعملها كوميديا شوي طيب أول حاجة أنا عندي كورسي والتاني حاجة عندي موبايل نضبط الاتنين ضربة بعض هنفتر بقى لما ندي للجماد حركة ده هيديني حياة فممكن أقول إيه أنا عندي كورسي بيدحك وماسك بيكلم في الموبايل الموضوع هيبقى صعب نوية ناسها لأنه بدأ يبقى خيالي والموخ بيحب الخيال عشان فيه كوميديا أو فيه موبايلغة رقم اتنين أو رقم تلاتة أنا عندي لابتوب يبقى أنا عندي كورسي الكورسي بيتكلم في الموبايل الموبايل بيكتب الموبايل نفسه وهو الرجل بيتكلم فيه هم طلع أيدين بيكتب على اللابتوب اللابتوب بتعرض لي مجلة اللابتوب بيعرض لي مجلة المجلة فيها رسمة ساندويتش المجلة فيها رسمة ساندويتش الساندويتش ده متخيط أو مرسوم أو متفصل معجون على شكل أوتوبيس فأنا تخيل أوتوبيس بس هو ساندويتش في الأساس تخيل العيش تخيل البورجر مثلاً اللي فيه الكاتشاب والحاجات دي اللي موجودة جواه طيب الأوتوبيس بقى بجلالة قدر ده كله واقف مستنى يدوره في الفرن في المغبس بدأ الموضوع يبقى خيالي أكتر أنا بشعيد العناصر لشان بقاش بحفزك بالتكرار تمام طيب فوقع من طوله مين اللي وقع؟ الأوتوبيس عشان كان واقف في المغبس فودوه على المستشفى إيه اللي وقعك من طولك؟ اللي هم بقدوني بدل العيش طماطم الطماطمية بتضحك بتلعب لفسها في إيديها ساعة شيء طبيعي هذه سهلة والساعة بتتحرك فيها بالألم يعني هي بتلعب في الساعة بألم يبايا عندها إيدين إيد فيها الساعة والإيد التانية مسكة ألم بتلعب بيه الألم راكب عجلة ندخي الألم محترم راكب بسكليتة وبيجري هيبقى المنظر مبالغ فيه وهذا اللي أنا عايزه العجلة بتجري فوق شجرة واحدة واحدة تمام؟ العجلة بتجري فوق شجرة الشجرة ممددة ونايمة على الأرض وحطى الهيد فونز بتسمع أغاني الشجرة الشجرة طيب يؤكد الإعلام المصري من واقع إدراكه لمسؤوليته الوطنية أنه سيظل يؤدي واجبه بشرف في مجابهة الإرهاب الأسود وأنه يقف صفاً واحداً وراء الدولة شعباً وجيشاً وشرطة في الحرب ضد الإرهاب واثقين أن مصر ستظل عصية على مخططاته الجبانة بعون الله وقدرته اتحاد الإذاعة وتلفزيون وغرفة صناعة الإعلام نبتدي نداد الورقة أنا بس كنت كتاباً بابل الاحتياط عشان ما ننساش أي عصر من الله ونصر فحاول أنك تفتكر عن طريق القصة الأول نفسك بس يعني أخذ راحتك وأنت بتسمع ما ينفعش تسمع لي بسرعة لأن أنت رسك جديد على الموضوع فابتدي يسمع براحة افتكر القصة في خيالك بينك ومن نفسك الأول بس ما تطلع ليش بلسانك إلا العناصر الخمساشر اللي احنا قلناه أفكر في القصة بس ما قلش القصر ما تحكي ليش القصر اديني العناصر جميل بسم الله الرحمن الرحيم رقم كورسي تمام بيكاليفون بايل لابتوب مجلة مجلة ساندويتش تمام أوتوبيس كويس مربز تمام مستشفى كويس مستشفى طماطم تمام صح ساعة ساعة فيها ألم ساعة ألم تمام تمام عجلة شغرة سمعت سمعت مزموعة الله ينعط يعني هو ده يعتبر من أسهل تطبيقات الذاكرة يأسهلها؟ ده يعتبر من أسهل تطبيقات الذاكرة تمام هو الحمد هو دي هو كده هو ديني مش في مج الناس نسينا مج انت قلت المج ما لم قلتوش مج أنا قلت المج أنا قلت المج شوفت يبقى هكذا جابت 17 من 15 معقول قوي معقول قوي أول تطبيق عشان بس الناس ما يجلهاش إحباط أول تطبيق لو جاب من 8 إلى 10 من 15 ممتاز بدءا من المرة التالتة وربع لو جاب كم؟ 8 إلى 10 من 10 من 15 من 8 إلى 10 من 15 من 8 إلى 10 لو جاب أقلي من 8 لا ما محتاج أنه يشد حلو بقى شوي يعني العملية بتبقى مكسلة قوي بس ملاش يقعد يفترض أنه مريض احتمالات الأمراض العقلية ضعيفة جدا جدا مدام هو إنسان طبيعي سوي فبلاش نوهم نفسنا بالمرض